من هو فتح الله غولين؟ الدعية التركي ولد عام 1941 في قرية في محافظة أدروم التركية في سن العشرين عين إماما في جامع في مدينة أدرنة لمدة سنتين قبل بدي عمله كدعية في إزمير وبعد خدمته العسكرية الإجبارية عام 1963 استمر غولين في عقد الندوات ما دفعه في أواخر الستينات إلى إنشاء حركة اجتماعية اعتقل غولين نتيجة انقلاب الثاني عشر من مارس عام 1971 واحتجز لستة أشهر وفي العام نفسه بدأ بإنشاء مراكز دراسية في منطقة بحر أيجا وشهدت هذه المرحلة تكوين جماعة الخدمة التعليمية أو حركة غولين بعدها استمر غولين بعمله كدعية في عدة مدن ومناطق بين عامي 72 و75 ليفتح أول مدرسة له في تركيا في أوائل الثمانينات لتصل عدد مدارسه في تركيا إلى أكثر من مائة مدرسة خلال السنوات وكان عمله يضعه في خضم الأجواء المشحونة في تركيا إثر الانقلابات العسكرية والاحتكاكات بين الأحزاب افتتح غولين أولى مدارس حركته الدولية مطلع التسعينات وفي عام 1999 سافر إلى الولايات المتحدة للعلاج الطبي ليعيش في منفى اختياري في ولاية فانسلفينيا الأمريكية حيث يترأس شبكة غير رسمية من المدارس والمراكز والشركات ووسائل الإعلام التركية